السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيك وبيك على تطبيق وقناة فرنشاوي مع مسيو وليد مصطفى في الفيديو ده هنقدم حل ست وثائق فهم على الدرس الأول من الوحدة التالتة اللي كان عن حيوانات المزرعة والمهارات اللي بتعرفت عملها فركز جدا في حل الوثائق لأنها تعد بمثابت مراجعة شاملة على كل اللي درسته في الوحدة من كلمات وأفعال وتعبيرات وجمل وكمان ضيف على كده التركات اللي بتتحط فيه طريق الطرح الأسئلة على الوثائق لو كنت بتشوف الفيديو على يوتيوب ما تنساش تحمل تطبيق فرنشاوي علشان تشوف فيديوهاتك بالترتيب وتنزل ملفات الشرحة والتدريبات PDF وتحل اختباره على كل فيديو من ماتيلد إلى جانات والمأبجي الموضوع الأجازة الشتوية فندردي درنيه الجمعة الماضي من الكلمات الدلع الماضي ما فاميه موى عائلتي أو أسرتي وأنا نحن رحلنا أو سافرنا إلى الرياضات الشتوية يا دي الرعب يا دي الفضاعة يا دي البشاعة يا دي التاستي لا نيج أنا بكره نيج القليد أو الثلج الفواء والبرد بكره الاثنين دول ولكن ما مو تخوف ك أمي تجدو أن هذا ما في بيان هذا الأمر يسبب لي الخير أو هذا من الأفضل لي أن أستنشق الهواء النقي أو الهواء الفريش يعني أنا مضطرة أو مجبرة دولوي أن أؤجروا دي سكي أؤجروا زلاجات يعني الزلاجات اللي بتتلبس في الرجلين عشان يتزلجوا على الجليد وهذا بيستغرق ساعة كلمة بي استخدناها يعني تراك اللي هو التراك أو المسار المسارات بتاعت التزلج دي بتكون أماكن محددة في الجبال ومهدة ومتزبطة علشان خاطر إيه الناس تتزلج عليها بدون ما يتعرضوا للمخاطر يعني تكون صعبة للغاية طبعا ممكن بالنسبة لناس تانية أكيد ما فيهاش حاجة لكن بالنسبة لها هي صعبة جدا أنا أسقط أو أقع طول دي متخ بقع كل عشرة متر وأشعر بخوف شديد وعندي خوف كبير أو أشعر بخوف كبير من أن تنكسر قدمي أو ساقي بخيفة جدا لا رجلة تتكسر لكن هل هي تكسرت الله أعلم لسه لحد الوقت ما فيش دليل أنا أقعت فعلا ولا أستطيع بوجي أن يتحرك ولا أستطيع الحركة يجب أن أظل في الفندق لكن هذا ليس خطير الأمر ليس خطير الأمر ليس خطير أنا في غرفتي في الفندق ومعايا شاي حلو سخل ومشرب شاي يعني متدفية وقعدة مستريح يشوف الأسئلة السؤال الأول يقول البرودة أو البرد طبعا لا تحبهم جدا لا تحبهم شي خالص الزلاجات هي قالت لوي اللي يعني يؤجره بتأجر الزلاجات اللي تتلبس في الرقلين عشان تتزلق بيها ماتيلد تشعر بالخوف من تشعر بالخوف من كسر رجليها من أن تكسر ساقها ماتيلد سوف تزل في الفندق لأنها قال أملو فخوة بتحب البرد ولا بتعشق الجليد ولا نببا مخشي لا تستطيع المشي طبعا قالت لوي عطت على رجلي وبالتالي هوقعت في الفندق والأمر مش خطير هي ما تكسرتش ولكن ممكن تقولت جزعت أو حاجة عموما ده الاختيار الوحيد المناسب هنا ماتيلد إي كونتونت ماتيلد سعيدة أو مبسوطة لتقرأ مبسوطة ليه اللي قالت في الآخر غيستي دان سا شامبغ أن تظل في غرفتها هي قعدة مبسوطة ومتكيفة أن هي قعدة في الأوضة ومعاها الشاي السغن ما الحيوانة اللي تفضلون هيرد علي ثلاثة نادين وسيلين وماري وثلاثة بنات نادين هتقول بحب جدا القطط أنا عندي قط صغير المانج هو بياكل هو بياكل على المائدة أو على الترابيزة يسو كوش وبينام سوغ لوفوتاي فوق الكورسي المنجد أو الكورسي الأنتري هو أكثر ألفة من الكلب كلمة دوميستيك سيفا وهنا قبلها بلو وبعدها كو يعني أكثر كذا من أكثر ألفة يعني أليف أكثر من الكلب دا بالنسبة لها هي شايفة كده يعني سيلين ان فرنس في فرنسا بكو دو فاميه الكثير من الأسر أو العائلات ان دي زانيمو دوميستيك عندهم عندهم حيوانات أليفة كم لشاء زي القطط لشياء الكلاب والأخ لشياء المنتجات المخصصة للحيوانات الأليفة تحتل المكانة كبيرة أو مكان كبير في فروع أو أقسام السوبر ماركت لجمع الكلاب والأخراف سيلين أن تتكلم أحب المبيبات الأليفة أعمال كلاب والأخراف كلاب والأخراف لديك أخراف كبير و حاليا يسمى جاك اسمه جاك يترك الأميزون يتكلمين يتكلمين وأصبح معي معي اخذي معي ماركت بالنسبة لي أحب أحب السمك الرجل أنا أحب الأسماك الحمراء أو السمك الأحمر لأنني أشعر بالخوف لأنني أشعر بالخوف لأنني أشعر بالخوف بخاف من الكلاب ومن القطة ندين عندها قط كبير ندين قالت أنا عندي قط ولكنه قط الاختلاف هنا على كلمة ضخم في السوبر ماركت يوجد مكان للأغذية الخاصة بالحيوانات مكان كبير سيلين تتفسح سيلين تتفسح مع الكلب سيلين قالت آخر جملة يجب أن يتفسح مع بعض يجب أن يتفسح مع بعض سيلين بالنسبة لي ندين الكلاب تكون أكثر آدمية من القطة ندين قالت العكس ندين قالت القطة أكثر آدمية لا أكثر ألفة يعني من القطة طبعا الجملة هنا غلط لأنه قالت العكس ماري بتكره الأسماك الحمراء طبعا الكلام غلط القطة بتاعت ندين تنام تحت الكرسي تنام تحت الكرسي طبعا هي الآلة لا الآلة الجملة خطأ لأنه بتنام فوق الكرسي وليس تحت الكرسي موسيقى الوثيقة واضح أنه عبارة عن إيميل من جيسي أو جيسيكا إلى ناتالي الموضوع أو الأبجت سألو أهلا كيف الحال أو تمام؟ ده لغة حاجة عمية يعني تمام كله تمام أنا أكون في المزرعة عند أكدادي جميل الأمر جميل هنا هنا ايبارا أتنام أليس أن الأخطاء أليس وأليس حليب بعض حليب حليب م biodigم أليس إلى نeste أطعام أعطي طعاماً على الأرانب أقوم بغمّع البيض ثم أذهب إلى بستان الخضروات لكي أدور على أو أحضر الخضروات و أقوم بأعمال الطبخ و أطبخ أميد الظهر نأخذ لدجوني بنتناول الغداء ثم أقوم بغسل الأواني والأطباق أقوم بغسل الأواني والأطباق أميد الظهر أميد الظهر لكي أتنزى في الحقول أحياناً لكنها أحياناً ليس دائماً نتعلم نتكلم عن كل ما نقوم بعمله أو بفعله pendant la journée خلال فترة النهار بالنسبة لجاسيكا الأجازة في المزرعة سنول طبعاً هي قالت سي جنيال وهي تساوي سي سوبر جاسيكا سوري في جاسيكا بتستيقظ الساعة كام صباحاً قالت الساعة ستة الساعة السادسة على الإفطار جاسيكا بتتناول قالت أربع قالت أملات وحليب ساخن وخبز وجبن يبقى هنا منتجات بحار أو منتجات دهنية أو منتجات ألبان أغلبها منتجات ألبان جاسيكا تذهب بسطن الخضروات تتناول الغداء هي قالت وهنا فيقب الشيخشي بمعنى يبحث عن أو يحضر يدور على حاجة ويجبها هنا شاله وحط مكانه أبوختي هذا المزرع بعد الظهر هي قالت على حاجتين بتعملهم بعض الظهر الحاجة الأولى أن هي بتركب حصان وأحياناً بتسبح فيه النهر يا ترى من فيهم اللي هنا بتجمع البيض هنا بتتناول الغداء هنا ناجدون لاغيبيا الاختيار الوحيد المناسب هنا جاسيكا سوبخمين جاسيكا تتنزه بتتفسح أشوفال ولا أفيلو ولا أبييه هي قالت إن هي بتتفسح أو بتتنزه أشوفال على الحصان بعد الغداء جاسيكا بعد الغداء بتعمل إيه في لا فيسال بتغسل الأطباق والسحون موسيقى 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 اسم بنت ستيفاني بتقول هي كمان بتعبر عن رأيها موسيقى أنا بعشاء الحيوانات موسيقى ولكن أسكن في قرية قريبة قريبة جدا من الطبيعة الطبيعة التي هي الأشجار والأماكن الطبيعية الولد سيقول أحب المدينة جدا لأنها مزدحمة أو فيها حركة ومشوقة ومسلية وممتعة يوجد أنشطة منظمة في الريف لا يوجد شيء منظمة للشباب ونشعر بالضيق والملل الأخيرة ستيفاني تقول المدينة مزعجة بشكل بشع مزعجة جدا كيف حاجة معناحنا كل المحاولة من المدينة ويوجد من المكان ويوجد ومكان كيف فوق يُخُوصي لأن المنزمة لأن المنزمة لأن المنزمة ومسلح نزم ومسلح يمكننا على مدينة ومن المنزمة ومن المدينة ماذا لمنع حكرا امسلحة تبقى يعطي في بيت كبير والجنينة او حديقة ده حاجة اجمل بكثير من ان انت تكون هنا عايش في المدينة بالنسبة للاسئلة كلهم بيحبوا الحياة في الريف طبعا غلط لان الولد اللي في النص ده قال لا اغلبية الفرنسيين يسكنون في المدينة اعرف من هنا الاغلبية الاغلبية فوق السبعين في تمانين تسعين في المية لكن هنا قال لك عشرين في المية سكنين في المدينة يبقى الكلام ده غلط كامي عندها كلب في الشقة بتاعتها طبعا الجملة غلط لاني قالت ان ده موضوع صعب جدا ان يكون عندك حيوان في الشقة سلون ستيفاني بالنسبة لستيفاني اللي هي الاخيرة الحياة في الريف تكون رائعة هي قالت كل الكلام الحلو على الريف ده قال كل الكلام الوحش في الريف يبقى الجملة غلط ستيفاني بتكره الضوضاء في المدينة طبعا اول جملة دين قالتهم ان المدينة ضوضاء وبالتالي الجملة دي صحيحة بدأ بتقول ميسيو اي مادام ديبان الرجل والسيدة من عائلة ديبان يعني رجل ومراته يعيشون في مزرعتهم الصغيرة ها اليكم او ها هو جدولهم الزمني خدنا ديب اول سانوي معناها جدول حصص وقلنا اكتر ممرة ان لو برا المدرسة يبقى معناها جدول الزمني نركز كويس او في الساعات الساعة من اول ستة للساعة تسعة عشر اللي هي سبعة مساء وفي كل ساعة من دي هم بيعملوا ايه خلاص يعني الساعة ستة يستيقظون بوي ثم يلسو دوش يستحمون او ياخدون دوش الساعة سبعة لبتدى جنيه الافطار سبعة ونص سيدة ديبون المسيو ديبون الراقل بأأيه سيجعل الناس والخرفان. الساعة تلاتاشر ده يعني الساعة واحدة بعد الظهر. الست دي بتعمل غسيل الاطباق والاواني. بترتب البيت. الساعة ستاشر يعني الساعة اربعة مع العصر. بيلعب لعبة اللي هي الكرات الحديدية مع جيرانه. الساعة تسعتاشر اللي هي الساعة السابع مساء الدين يتناولون العشاء في غرفة الصفرة. هذا هو الجدول الزمني لمين؟ لتلميذ ولا البائع ولا دم فغمية اي سافام طبعا لمزارع وزوجته لانهم عندهم مزرعة يبقى هو مزارع ومعا ست بتاعته. الساعة سبعة الساعة الساعة اللي بيحصل الساعة سبعة اللي بيحصل الساعة وليه ي Reynolds مم ديپنش يتألك مungen بكدران وفخاتي ما جيد والأماعي من في غرفة اثنين تذهب إلى بستان الخضرات لكي تحصل على خضرات الرجل يلعب ماذا مع جيرانه؟ يلعب ألا بيتانك الرجل ومدام ديبان يأخذ دينار هم الاثنين يتناولون العشاء في المنزل في غرفة الصفرة مدام ديبان في العفل الساعة تغسل الأواني والأطباق مكتوب في الجد والفون أن تغسل الأطباق إمتى الساعة 14 يعني بعد الغداء طيب هنا قبل جمع البيت ولا بعد العشاء ولا بعد الغداء طبعا أبخي لديجوني دي الإجابة الصحيح بعنوان ألا فاغم في المزرعة هيحصل الديالوج بين مادام جيروم و مادام سيلين الستة اللي اسمها جيروم والسيدة التانية اللي هي مادام سيلين هم الاثنين بس اللي بتكلموا جيروم بتسأل وتقول أين قضية الأجازة؟ نو سنبارتي إحنا سافرنا دا زمن ماضي مع الأطفال لمدة أسبوع في المزرعة في المزرعة أنت التي تعشقين المدينة؟ يعني أنت الشخصي اللي بتتموت في المدينة أو بتعشقيها وتروح تلريف الكلام هنا على سيلين هترد تقول نعم ولكن بالنسبة للأطفال الأمر يكون مسلي هم رأوا كلام في الماضي شايفوا الأبقار هم دوني وأعطوا طعاما أمونجي للأرانب هتقول له وما أنت؟ ما أنت؟ ما فعلت بأي؟ مثل البحث أتركوا أنت أتركوا أنت أحضر على أطفال على أطفال على أطفال في أطفال في الحديقة في الحديقة في الحديقة مع كتاب جميل على مجال في السدق أو بين الأشجار ذات الفواكه الأشجار الفاكهيين مدام جيروم تقول عن سيديد مادام جيرون بتتكلم عن المشروعات قلنا قبل كده يعني كلام مستقبلي هل بتتكلم عن حاجات مستقبلية طبعا الكلام غلط الاطفال بتوع مادام سيلين ان تتعلم على المزرعة في المزرعة هي قالت ان الجو مسلي وان هما عملوا كذا يبقى الكلام ده صحيح مادام سيلين تحب تقرأ في الحديقة هي ده كل اللي عملته قال لا فاغم في المزرعة الاطفال ان دوني اعطوا طعاما للأبقار لا هما شافوا الابقار واعطوا طعاما للأرانب يبقى الجملة ده غلط لا فامي ده مادام سيلين عائلة مادام سيلين ايتا لي على فاغم الويك اند راحت للمزرعة في الويك اند طبعا هي الاسرة بتاعت مادام سيلين ذهبت الى المزرعة لكن اللعب هنا على كلمة الويك اند هو هناك قال لي فاكونس الاجازة هنعرف ان الاجازة اجازة طويلة وهي قالت احنا قعدنا اسبوع لكن الويك اند بتبقى يوم في الاسبوع وبكتير يومين هتبقى الجملة ده غلط مادام سيلين ام لا في اونفيل مادام سيلين بتحب الحياة في المدن الجملة ده صحيحة لان هي قالت لها كده انت اللي بتعشائي حياة المدينة روحت الريف قالت لها روحت ولكن علشان خاطر اطفالي في نهاية الفيديو لو كنت بتشوفه على يوتيوب ما تنساش تحمل تطبيق فرنشاوي من جوجل بلاي علشان تشوف دروسك بالترتيب وتحل اختبار على كل فيديو وتنزل ملفات الشرح والتدريبات شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته